وصلنا إلى جولتنا اليومية لمتابعة أبرز ما تناوله الإعلام الإسرائيلي مع وائل عواد الكاتب والباحث في أشؤون الإسرائيلية مرحبا بك وائل إليك أهلا عزيزي عمرو والمشاهدين تذكرون أمس تحدثنا عن منطق إسرائيلي أول لمخائل سفارد تساءل عن القتل الهمجي الذي في قطاع غزة كان هناك نقد داخلي وقال أي مجتمع سنتحول بلا أحاسيس بعد الحرب راجعوا مقال أمس اليوم نتحدث عن منطق آخر في إسرائيل أيضا في صحيفة آرتس بالمناسبة لكاتب اسمه آفي جرافينكل يصر على أن الجيش الإسرائيلي هو الأكثر أخلاقية في العالم مش بالمنطقة مش بالشرق الأوسط بالعالم يقول التحقيق الذي أجرته صحيفة نيويورك تايمز والذي زعم حسب قوله أن وطيرة قتل المدنيين في الحرب الحالية في قطاع غزة أعلى من معدل قتل المدنيين في حروب الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في فيتنام والعراق وأفغانستان وأنه لا مثيل لها حتى في الحرب العالمية الثانية يقول كل هذه الدعاءات مغلوطة يدافع ويقول في حرب العراق الثانية قتل الأمريكيون بشكل مباشر 300 ألف ومجمل من ماتوا برد أمريكا على هجمات الحادي عشر من ستمبر خمس ملايين شخص وأن عدد الغزيين الذين سيقتلون حتى نهاية الحرب أقل من ذلك بكثير أقل من الذين قتلوا في فيتنام وأفغانستان والعراق أما الرقم الذي يتحدثون عنه حسب قوله أنه بين 40% إلى 60% من نسبة القتلة في غزة هم مدنيين طبعا تذكير بس بأن الوزارة الصحة فلسطينية بتقول لا أكثر من ذلك بكثير عدد المدنيين وخصوصا أطفال والنساء بقول هذا يثبت يعني مش إنه الجيش غير أخلاكي الإسرائيلي لا أخلاقي لأن أمريكا قتلت في العراق مدنيين أكثر بعشر مرات من الجنود لأن كان فيه جنود بالعراق يعني باختصار تبرير للجرائم ومقارنة مع فضائع حلفاء الأمريكيين في العراق وفيتنام وأفغانستان وهو مقتنع أن هذه المقارنة تحول الجيش الإسرائيلي أنه أكثر أخلاقية في العالم أو وكأنه الاحتلال أصلا أخلاقي وإذا شريكك قتل X وانت قتلت مثلا نص X معناها أنت أخلاقي ومش بس الأكثر أخلاقية بالعالم وبفتيها كمان هذا منطق آخر عن الذي عرضنا أمس ومن هنا أنتقل للفيديو الأول الجيش أعلن عن ثلاث كتل إضافيين في غزة جندي وضابطين وثمت أمر ملفت جندي توفي بسبب إصابته بنوع خطير من الفطريات التي فشلوا في علاجها أصابته وهو في المعركة في قطاع غزة وفي عشر جنود آخرين أصيبوا بنفس العدوى وخيفين حياتهم حكاية غريبة عسكريا يقولون أنهم تقدموا في اليوم في ثلاث نقاط المغازي وانصيرات ودير البلح مع صعوبة في التقدم في خان يونس محلل في قناة 14 يصف الأيام القادمة بأنها صعبة جدا ليه يا عرايو؟ حسب وصفه سيواجهون الآن 4000 مخرب حاسبهم وهذا يعني أربع فيالك جيش ويتوقع أيام قاسية بناء على ذلك يدعي المحلل أن أشخاص يتم اعتقالهم أو قتلهم داخل بيوتهم في منطقة وسط غزة قالوا أنهم يفضلون الموت على يد إسرائيل في بيوتهم تشوفوا الرواية على أن يموتوا على يد حماس في الجنوب هلأ مين حماس بتقتل بالجنوب؟ مين اللي كله؟ كيف عرف؟ هل عن جد في حدا بيفضل يموت بالقصف على أنه يروح يحاول يحني بالجنوب وهو يقتل عن جد هناك؟ كل هذه يعني باخترع من عنده يقول ما يحلو له وهي الناس بتسمعه طبعا إسرائيليا يتحدثون عن إنجازات تقدم بطولات توسع العمليات أكثر وهذا هو النفس قائد أركان جيش الاحتلال خرج اليوم في فيديو قال يقتربون من السيطرة على قطاع غزة وقتلوا ألاف حسب وصفه من الإرهابيين وأسروا مئات وقد يكون أكثر مقاله أن الحرب ستستمر لعدة أشهر بتناغم ما يقوله نيتنياهو ولكن عكس الكثير من التحليلات والتحذيرات من الداخل والخارج ننتظر ونرى إلى الفيديو الثاني المحلل العسكري لقناة ناش اللي بالصورة يوافق تماما أن الثمن باهض جدا اليوم يعني اليوم الواحد وثمانين الدماء التي سفكت إسرائيليا في غزة يقول باهضة ولكنه يقول أنه في إنجازات رغم الألم وأن الثلاث أسابيع القادمة ستشهد تطورا نوعيا في السيطرة على قطاع غزة هذا كمان عكس محللين آخرين قلتين مبارح وأول مبارح بتحدثوا بأن غزة تتحول إلى وحل ووصفوها بأنها تتحول إلى فيتنام للجيش الإسرائيلي هل بقول لا سنسيطر أكثر مع أنه تعرفوا هذا نفسه كمان قال قبل أيام كليلة بأنه يجب إعادة النظر بأهداف الحرب أمس وأول أمس قلنا بأنهم لمحوا أو تحدثوا أكثر من مرة أنه يجب الوصول إلى معبر رفح والحدود المصرية الغزية بالدعاء أن هناك تهريب وأنفاق وأشياء هكذا ومنهم من حاول تبرير ذلك حسب فكرته بأن السنوار قد يهرب من هناك اليوم قالوا كان يتناشا أنه لا التقديرات الإسرائيلية لن يقتربوا الآن من منطقة رفح على الأقل على المستوى القريب المنظور قال المحلل إياه أيضا أن الأنفاق لا تعطي تحصينا فقط لحماس إنما تعطيهم عنصر كسب الوقت وهو يتخيل الصورة كما يلي حماس تعرف أن عنصر الوقت حسب رأيه بالنسبة لإسرائيل أكثر ثمنا فلديها خسائر بالأرواح والاقتصاد وعلى مستوى الدعم الدولي هي تخسر مؤقتا حسب رأيهم بالأنفاق يقول بعد أن ننسح بشهر شهر يخرجون من الأنفاق يرفعون على الحركة يلوحون به محتفلين وهكذا يصورون صورة أو يشكلون صورة نصر ويقول هذه مشكلة يجب التعامل معها هيك وخايفه من هذه الصورة الفيديو الثالث اليوم أيضا في قناة ناش المحلل السياسي يقول بأنه كل القيادات الأمنية الجيش والشباك والمساعدة كلهم طلبوا من نتنياهو ثلاث مرات مناقشة ماذا سيفعلون بعد الحرب نتنياهو يرفض إقامة الجلسة يأجلها للمرة الثالثة يقول في سببين لهذه الجلسة مهمات أولا يريدون يعرفوا القيادات الأمنية والجيش لوين رايحين شو مع المرحلة القادمة ثالثا نظراءهم الأمريكان نظراء المسؤولين الأمنيين قالوا لهم نحن لا نعرف إلى أين تذهبون وهم يشعرون بالإحراج أنهم قيادات أمنية كبيرة بهذا الحجم لا يعرفون إلى أين يذهبون بعد الحرب مكتب نتنياهو بعت رسالة إلى القناة كلهن بما معناه تمام معكو حق قريبا سنقيم الجلسة واحد وتمارين يوم من الحرب والقصف والمجازر إسا بناقشوا مش شو بدهن يعملوا بعد الحرب إنما وين تبدهن يقعدوا عشان يشوفوا شو بدهن يعملوا بعد الحرب أنتك العزيزي معك للفيديو الرابع كلك وحيرة تشعرها لما يتحدثوا عن الواضع في الجنوب مع حزب الله أو جنوب لبنان شمال إسرائيل صحيح أن إسرائيل تقصف وتغتال هناك ولكن أيضا حزب الله يقصد اليوم مثلا أصيب نحو عشرة وقتل جندي من قتلوا حتى الآن خمستاشر شخص إسرائيلي منهم تلتاش جنود واثنين مواطنين حسب الأرقام الإسرائيلية ويتحدثون عن حوالي مئة وعشرين قتيل على الأقل لدى حزب الله اليوم نرى في الفيديو خلال تغطية إحدى الكنوات التلتاش كان هناك قصف المراسل اللي بالصورة جاء من هناك وكان هناك خطر على حياته بقول أنه قريب منه وقعت إحدى القذائف محلل يقول إعادة السكان إلى الشمال اللي أبعدتهم كوى الرضوان وعددهم حوالي مئة ألف أصعب من إعادة سكان غلاف غزي الذين أصيبوا في السابع من أكتوبر عددهم حوالي مئة وخمسين يعني أنك ترجع بغلاف غزي أهوى مما ترجع في الشمال كيف بقوله على فكرة تقرير لمأحد أبحاث الأمن القوم الإسرائيلي نشر اليوم يقول خسائر الحرب حتى الآن حوالي مئتين مليار شيكل يعني خمس وخمسين مليار دولار ما يعني انكماش في الناتج المحلي الإسرائيلي بنسبة عشرة بالمية في الربع الأخير من العام وجاء في التقرير أن الحرب أدت إلى زعزعة الاقتصاد الكلي والتأثيرها سيستمر لسنوات مقبلة وأضاف التقرير أن المساعدات الأمريكية لمرة واحدة هي بمبلغ 14 مليار دولار هذا يساعد على التعامل مع تكلفة أنفاك الحرب سيغطي ربع التكاليف فقط إسرائيل تتطبل في ثلاث ترباع الباقية رغم ذلك هناك معطيات حسب قولهم تقول بأن بطاقات الإتمان ارتفعت ومنذ الأسبوع السادس للحرب كل مؤشرات البورصة وصرف الدولار لا تنخفض كما كان أول الحرب وهذا يثبت مناعة في الاقتصاد الإسرائيلي حسب التقرير يعني بقولوا فيه هيك وفيه هيك والآن أنتقل للفيديو السادس والأخير هل ترون هذا المخلوق الآن في الفيديو؟ هذا راغ اسمه مئير شموئل يحرد على الأطباء العرب على فكرة بس للمعلومات بإسرائيل العرب متفوقين في المجال الطبي بعض التقرير بتقول تلت اللي بالمجال الطبي في إسرائيل هنا عرب الراف العنصري بقول الأطباء على السماعة شايفين بيعمل درس يدعي بأن الأطباء العرب يقتلون مرضاهم عمدا أكثر مما تقتل حماس يعني بقول يدعي بأن العرب الأطباء بقتلوا في المستشفيات أكثر مما بتقتل حماس على الجبهة ويدعي أنهم يقطعون أيدي وأرجل المرضى اليهود طبعا هذا كلام ما في منه الطب هي رسالة إنسانية ولكن هذا ما يدعي يدعي أنه يعرف قصص شخصية لأشخاص كانوا جيدين حسب رايو تقريبا جيدين لما دخل الطبيب العربي يتوفوا ويتهم الأطباء العرب بأنهم يعطون أدوية قاتلة لمرضاهم اليهود كل حقير يعتقد أن الآخرين يشبهونه صحيح السؤال هل جابت إحدى النشرات سيرة هذا الكلام الخطير هل انتقدوا هل اعتقلوا كما يعتقلون العرب على لا شيء هل كلبت المؤسسة الأمنية على قلبها مثل العسل انتشر الفيديو تظاهروا بأنهم لم يروا لا هم ولا الصحفين الإسرائيليين النبيهين اللي بعلقوا على كل شيء يعني ترى التجاهل في هذه الحالة كم هو واضح رغم كل الكلام المقيد قبل أن أنهي أريد أن أقول لكم أن الصحفي يتسحك بريك كتب فيها آردس اليوم أن القنوات التلفزيونية الإسرائيلية ومعلقينها العسكريين يقدمون لنا مشهدا عبثيا كاذبا بما يتعلق بألاف قتلى حماس وحرب وجها لواجه يقول إعداد قتلى حماس بنيران قواتنا على الأرض أقل بكثير مما يقولون لنا الحرب لا تشن وجها لواجه أصلا في القطاع يخرج مقاتل وحماس من الأنفاق يزرعون عبوات ناسفة يفخخونها يطلقون صواريخ مضادة للدبابات والمدرعات ويختفون مرة أخرى بالأنفاق يقول هذه الحرب من ناحية التصوير أكثر حرب مصورة على الإطلاق في إسرائيل وربما في العالم يقول أن خلق تصور انتصار حتى قبل أن نقترب من الهدف المنشود يمكن أن يكون ضار للغاية لإسرائيل إذا لم تتحقق أهداف الحرب بالكامل إن تدمير أنفاق حماس حسب قوله سيستارق سنوات عديدة سيكلف شعب إسرائيل خسائر كبيرة هي متصلة مع بعضها البعض على طول وعرض القطاع لأنفاق بما في ذلك الاتصال مع سيناء تحت رفح يقول نحن نحاول اليوم أن نرتجل نخترع نؤلف حلول لكن لا سبيل لتقديم حل ناجح لهذا الموضوع كما يقول الصحفي ويقول بأن الأمر قد يحتاج إلى سنوات وسنوات طويلة إذن في إسرائيل أكثر من منطق في التحليل حتى مرات بتشوف نفس المحلل الإسرائيلي يحلل أمورا تراها أو تشورها أحيانا متناقضة بين نشرة وأخرى حسب النفسية وحسب التطورات على الأرض وحسب طبعا توجيهات يطلقاها من المحررين أو من جهات أخرى إلى أنا عزيز عمرو شكرا لك جزيلا النواء العواد في حيفا